يعني أخير شي إنه شفتي حجرات ورمت كلش وقمت أحس بألم مو طبيعي الألم إذن شابة من بغداد تحدثت لنا عن تجربتها يعني ارتأت وطلبت أنه نغير صوتها ونخفي ملامحها هذه الشابة راحت إلى أحد مراكز التجميل وفشلت عملية التجميل بعدها اضطرت إلى الدخول في عملية جراحية لذلك هذا الموضوع أصبح يقلق المختصين وحتى يقلق المراجعين في إيجاد المراكز الرصينة دعونا نرى شفت بيج من البيجات بنزل عروب طبعاً ما صدقت إنه شفت الأسعار رخيصة وشي يعني حاشيتهم رسلتهم وحاشيتهم وحجزت مو عدويةهم لما طبيعت وشي فأني كان ببالي إنه أحقن فلر جاتي ابني إنه قلت لي يعني كونهم لي سموها دكتورة أو شي فأني ما عرفها شخصياً يعني فقالوا هاي الدكتورة فدخلوني للغرفة حتى إنه أحقن شوفتني الأوبرا وشرحتي عنها أو شي طبعاً إنه الأوبرا جانت يعني إحنا إذا نجي نحسبها أو شي بغير مراكز إنه هي لالية فهي أدها إنه مساوية دسكامت وشتخفيضات فأعجبني كل السويت حقنت فبقيت إنه شفتي وارما يوم يومين ثلاثة قالوا طبيعي إنه الجسم ما يفتح من الأول شي وهذا يعني إنه عادي الورام يكون موجود فقالت لي حاشيتهم قلتهم الورام يعني وراسبوعه هو يعني مرايح الورام فحاشيتهم مع البيج مالتهم حاشيت في رسبش مالتهم كله لي شي طبيعي سويت إدليك وكذا سويت إدليك مفاد يعني أخير شي إنه شفتي حجرات وارمات كل شي قمت أحس بألم مو طبيعي الألم فرحت إنه راجعت الدكتورة نفسيتها يعني بعد وقت إنه التضحية أصلاً مو دكتورة إنه هي رايحة يعني بدولة من الدول وما أخذها يعني شهادة التجميل الخبيرة التجميل يعني هي أساساً مو دكتورة فرحت قلت لي إحنا ممش تغلين هذا الشهور يا دكتورة إنه أنا جيت يومكم ومسويت هذا الفلر وشي قلت لا مو آني زي هذا الوصل المالتكم قلت إحنا جزء مسويش تقشير أو كذا يعني إحنا مستحيل مسويلش فلر وإستوبهم يعني من نجي نشتغل كل الزين بس مني أنه تطلعين ونرجع إنه إحنا نداعيهم أو كذا لا إنه اسلوبهم يكون كلش مو حلو المهم آني ترزلت وشي عفت المقام طلعت لأن اسلوبها كان كلش مو حلو يعني ولاعتها أي شي تعامل ويزبوني اللي تشعل مش تغلعتها المهم فآني رحت الدكتور ثاني دكتور يعني جراح وشي مني إحنا كذلك هاي شنو أو الشي ما دك سبايا ومو زينة يعني ووار ما شفت شو شي فسوالي فتح لفة العفو شفة فتح لي الشفة ماتي وفرضوا لي المادة لبيها وشي ورجعت إنه رجع خياطها خياطات وهذا بعدين إنه علاجات وشي يعني الحمد لله عزة يعني صرت أحسن وشي فآني صراحتين رحت اشتكيت عليها يعني بني قابلة الأطباء وشي واني رحت اشتكيت عليها فما نقيت لها اسم أساساً مني هي أصدر مو دكتورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا